السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وتعديل جديد للكريكت. النهاردة ان شوالا انا هتكلم عن تعديل او اخر تعديل انا الحمد لله هنفسته على الكريكت. التعديل ده يمكن هياجب ناس كشير جدا. وخصوصا اللي ما عندهم الكريكت لان الموضوع ده كان مسبب مشكلة. وعمل صعوبة في الاستخدام البندقية شوية. وفي نفس الوقت كان بعض الناس بياخدوه كعيب في البندقية. فالحمد اللي انا الفضل اللي هو وفقت ان انا النهاردة اعمل التعديل ده وانفزه بنجاح. اه التعديل ده هو الامان. طبعا انا كنت شرحت في فيديو قبل كده ان الكريكت والماتدر على وجه الخصوص ليهم نظام امان مختلف شوية. اه صعب في عمله بياخد وقت بس هم بيعتبرون ده الامان الفعلي. اه وكنت شرحته في فيديو اللي يحب يتفرج عليه هتلاقي في صفحتي. اه لكن اغلب الناس كانوا حابين ان البندقية بيبقى فيها امان سريع زي البندقية التانية. ومن هنا جات للفكرة انا ليه ما بدأش انفز نظام امان اسهل وابسط. وفعلا بدأت اعمل كزا فكرة ومشيت في في افكار كتيرة لكن كان دايما بتقابلني مشكلة ان انا يا اما حطر ان اعدل في الدبشك الخشب او اعدل في البودي المتال نفسه اللي هو بتاع الزينات. وانا بصراحة ما كنتش حابة بان انا اعمل كده. وبالتالي اه بدأت اطور من الفكرة. اه فكرة ورا فكرة. اه لحد ما الحمدلله وصلت للفكرة ان هي ايه اللي انا عملتها دلوقتي. واللي هي الحمدلله ازبطت نجاح بقالها فترة معايا. اه الفكرة اختصارا مزيتها زي ما قلت ان هي مش هتحتاج اي تعديل في البندقية. بعكس اه التعديل الاخير بتاع شركة كاليبر جان لان شركة كاليبر جان الجديد منزلينه بامان مشابه شوية للشكل ده. ولكن معدلين في جزء من داخلين البندقية. عشان تركبه لازم تعدل انت في البندقية القديمة بتاعتك. في حين ان التعديل بتاعي مش هتحتاج انك تعدل. الموضوع اختصارا عشان ما داعش وقتكو. انا دلوقتي طول ما البنز ده بتاع الامان مرفوع عن الخشبة. فالبندقية دلوقتي متأمنة. اهو. انا كده ما بيدربش. لو هنشد الاجزاء. انا شدت اجزاء وفي رشاية بس. اهو. مفيش خالص. حاجب اضرب. بنزل دل تحت. بيدرب معي. الموضوع سهل جدا. آآ وسيمبل قوي. حتى لو حبينا نجرب. انا كده رفعت تاني الامان. انا وانا هنا هو. المفروض عايز اضرب. فهنا كده مأمن اهو. كل اللي بعمله ان انا بروح منزل واضرب. بيدرب معي على طول. عايز ارفع الامان تاني. برفع البنز بتاعي. كده البندقية امن التاني. آآ الموضوع ان شاء الله آآ مش ده الشكل النهائي طبعا. آآ هيحتاج شوية فنش جديد يعني شوية شغل لسه. بس انا الفكرة نفسها تنفز وتلحم ده نجحت. آآ فانا ان شاء الله حبدا دلوقتي تشتغل على الفنش بقى بتاع القطعة دي بحيس بقى شكلها اشيك شوية. وبقى الالوان والحركات وكده. آآ لحد ان شاء الله موصل للفكرة النهائية. وبرضو هتابعكم ان شاء الله في فيديو جديد. آآ مع آآ تعديل انا اشغلها عليه دلوقتي خاص بالهمر بتاع البندقية. فيه تعديل انا اشغلها عليه برضو هنا آآ ان شاء الله حيفرق كتير قوي في الاداء بتاع البندقية سواء استهلاك الهواء او آآ صوت الحركة الهمر نفسه اللي بنسمعه واحنا بنضرب. فان شاء الله مع الانتهاء من الفكرة دي. آآ والفنش النهائي بتاع الامان. آآ هعمل فيديو جديد برضو اوضحه. لكن انا اللي يهمني ان هنا ان الحمد لله انا الامان عندي هنا دلوقتي شغال. كويس جدا. آآ ما فيهوش اي مشاكل زي ما احنا شايفين. نجرب تاني. انا كده قفله. شد اجزاء. عايز اجدرب. ما بيدربش. كل الفكرة بعمل كده. كده ضربت معي. فارجو ان شاء الله الفكرة تكونها جابتكو. ادعو لنا بالتوفيق ان احنا ان شاء الله ربنا اكرم يعني ونعمل حاجات احلى المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.